بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في هذه الفترة كانت الجماعة المسلمة في المدينة قد استقرت بعض الاستقرار في موطنها الجديد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذا الظلال في مطلع استعراض صورة البقرة كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قريش وكان هذا النصر بظروفه التي تم فيها والملابسات التي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة ومن ثم اضطر رجل كعبد الله ابن أبي بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكبت حقده وحسده للرسول الكريم وأن ينضم منافقا للجماعة المسلمة وهو يقول في نفسه هذا أمر قد توجه أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد بذلك وجدت برة النفاق في المدينة أو نمت وأفرخت فقد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة أهلهم الذين دخلوا في الإسلام وأصبحت مجموعة من الرجال ومن ذوي المكانة فيهم مضطرة إلى التظاهر بالإسلام والانضمام إلى المجتمع المسلم بينما هي تضمر في أنفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين وتتربص بهم الدوائر وتتلمس الثغارات في الصف وتترقب الأحداث التي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف المسلم ليظهروا كوامن صدورهم أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكنتهم وقد وجد هؤلاء المنافقون حلفاء طبيعيين لهم في اليهود الذين كانوا يجدون في أنفسهم من الحقد على الإسلام والمسلمين وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام مثل ما يجد المنافقون بل أشد وقد هددهم الإسلام تهديداً قوياً في مكانتهم بين الأميين من العرب في المدينة وسد عليهم الثغرة التي كانوا ينفذون منها للعب بين الأوس والخزرج بعدما أصبحوا بنعمة الله إخواناً وفي ظل الإسلام صفاً واحداً مرصوصاً وقد غص اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين ونشر الشبهات والشكوك في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء وفي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر على الرغم مما كان بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم من مواثيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة كذلك كان المشركون موتورين من هزيمتهم في بدر يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صلى الله عليه وسلم ومعسكر المدينة وللخطر الذي يتمثل إذن على تجارتهم وعلى مكانتهم وعلى وجودهم كذلك ومن ثم يتهيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء عليه مستحيلة وبينما كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وفي عنفوان حقدهم كذلك كان الصفوة المسلم ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة غير متناسق تماما فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ولكن كان فيه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية ما يسوي النتوآت ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لها وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه كان للمنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي مكانتهم في المجتمع وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصل بعد ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي أسرتهم وهي قبيلتهم وهي وشيجتهم التي لا وشيجة معها ومن ثم كانت هناك خلخلة في الصف الإسلامي بسبب وجود مثل هذه العناصر مندمجة الصف مؤثرة في مقاديره كما يتجلى ذلك في أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها في الصورة وكان لليهود مكانتهم كذلك في المدينة وارتباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها ولم يتبين عداؤهم سافرا ولم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور بأن عقيدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي أصل التعامل والتعاقد وأنه لا بقاء لصلة ولا وشيجة إذا هي تعارضت مع العقيدة ومن ثم كانت لليهود فرصة للتوجيه والتشكيك والبلبلة وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به وكان هناك من يدفع عنهم ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم كما حدث في شفاعة عبد الله ابن أبي في بني قينقاع وإغلاضه في هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ناحية أخرى كان المسلمون قد انتصروا في بدر ذلك النصر الكامل الباهر بأيصر الجهد والبذل فقد خرج ذلك العدد القليل من المسلمين غير مزودين بعدة ولا عتاد إلا اليسير فلاقوا ذلك الجحفل الضخم من قريش في عدتهم وعتادهم ثم لم تلبث المعركة أن انجلت عن ذلك النصر المؤذر الباهر وكان هذا النصر في الوقعة الأولى التي يلتقي فيها جند الله بجند الشرك قدرا من قدر الله ندرك اليوم طرفا من حكمته ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها بل لإثبات وجودها الفعلي على محك المعركة لتأخذ بعد ذلك طريقها فأما المسلمون فلعلهم قد وقع في نفوسهم من هذا النصر أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره وأنه لا بد ملازمهم على كل حال في كل مراحل الطريق أليسوا بالمسلمين؟ أليس أعداؤهم بالكافرين؟ وإذن فهو النصر لا محالة حيثما التقى المسلمون بالكافرين غير أن سنة الله في النصر والهزيمة ليست بهذه الدرجة من البساطة والسذاجة فلهذه السنة مقتضياتها في تكوين النفوس وتكوين الصفوف وإعداد العدة واتباع المنهج والتزام الطاعة والنظام واليقظة لخوالج النفس ولحركات الميدان وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بالهزيمة في غزوة أحد على النحو الذي تعرضه الصورة عرضا حيا مؤثرا عميقا وتعرض أسبابه من تصرفات بعض المسلمين وتوجه في ظله العظاة البناءة للنفس وللصف على السواء وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهوالا وجراحاتا وشهداءا من أعز الشهداء على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم كلفهم أن يروا رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه ويسقط في الحفرة ويغوص حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم الأمر الذي لا يقوم بوزنه شيء في نفوس المسلمين ويسبق استعراض غزوة أحد وأحداثها في الصورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور الإسلامي من كل شائبة ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب سواء منها ما هو ناشئ من انحرافاتهم هم في معتقداتهم وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات ماكرة لخلخلة العقيدة وخلخلة الصف من وراء خلخلة العقيدة وتذكر عدة روايات أن الآيات من واحد إلى ثلاث وثمانين نزلت في الحوار مع وفدي نصارى نجران اليمن الذي قدم المدينة في السنة التاسعة للهجرة ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات كما يقول الأستاذ سيد قطب فواضح من طبيعتها وجوها أنها نزلت في الفترة الأولى من الهجرة حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة وكان لدسائس اليهود وغيرهم أثر شديد في كيانها وفي سلوكها وسواء صحت رواية أن الآيات نزلت في وفدي نجران أم لم تصح فإنه واضح من الموضوع الذي تعالجه أنها تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منها بعيسى عليه السلام وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص كما جاء به الإسلام وتصحح لهم ما أصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه وتدعوهم إلى الحق الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة التي جاء القرآن بصدقها ولكن هذا الفصل يتضمن كذلك إشارات وتفريعات لليهود وتحذيرات للمسلمين من دسائس أهل الكتاب وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب ممن يمثل هذا الخطر إلا اليهود وعلى أي حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف الصورة يصور جانبا من جوانب الصراع بين العقيدة الإسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها وهو ليس صراعا نظريا إنما هو الجانب النظري من المعركة الكبيرة الشاملة بين الجماعة المسلمة الناشئة وكل أعدائها الذين كانوا يتربصون بها ويتحفزون من حولها ويستخدمون في حربها كل الأسلحة وكل الوسائل وفي أولها زعزعة العقيدة وهي في صميمها المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها إنهم هم هم الملحدون المنكرون والصهيونية العالمية والصليبية العالمية ومن مراجعة نصوص الصورة يتبين أن الوسائل هي الوسائل كذلك والأهداف هي الأهداف ويتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة ومرجع هذه الأمة اليوم وغدا كما كان قرآنها ومرجعها بالأمس في نشأتها الأولى وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا النصح واستشارة هذا المرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا مدخول يعرض عن سلاح النصر في المعركة ويخدع نفسه أو يخدع الأمة لخدمة أعدائها القدامى المحدثين في غفلة بلهاءة أو في خبث اللئيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما وصلهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته